هل في أي أعمال ما بينهم مشتركة اتحولت لأفلام سينمائية أو لأعمال سينمائية؟ أنا عايز أقول له حركة وبنسبة الكلام على السينما هو ما فيش الأعمال المشتركة الواضحة بينهم لكن في فترة من الفترات كان عبد الحميد الصحار لما مسك رئاسة المؤسسة المصرية العامة للسينما هي الفترة اللي أخد فيها نجيب محفوظ معاه بيكتب سينيريوات أفلام فشوف حضرتك حتى الاقتناع بموهبة هذا الرجل يعني لما راح عبد الحميد الصحار تولى مسئولية السينما أخد نجيب محفوظ معاه ودي الفترة اللي كتب فيها نجيب محفوظ سينيريوهات أفلام فالصداقة اللي امتدت إبداعيا روائيا قصص قصيرة في النشر لما راحوا السينما يروحوا مع بعض يشتغلوا مع بعض فيها فده زي ما قلت الحضرتك تكامل أنا بشوف أن العلاقة ما بينهم كانت علاقة تكاملية وده للأسف يعني مش موجود كتير كان في فترة من الفترات سواء التلاتينات واربعينات وغيره كان فيه صراعات فكرية بين الأدباء بنجد مثلا كتب كتير تكلمت عن صراعات قضايا تطرح مثلا زي العقاد زي طاحسين أو غيره أو مصطفى صادق الرفعي كان بيطرح قضايا وبيتصرعوا عليها فكريا جدا أحيانا كانت بتوصل لدركة الحدة زي مثلا عباس العقاد كان مشهور بحدة ردوده شوية فكان بعض الناس بتحبش تدخل في جدل معا لكن هنا مع عبد الحميد الصحار ونجيب محفوظ من اللحظة الأولى تناغم وصداقة وفهم فيه بقى الجزء البحثي بس ما قلتناش ولا فيلم عمله مع بقى يعني ولا عمل سينمائي هو مش عمل مشترك ما بينهم لكن هو كان عبد الحميد الصحار كرئيس للمؤسسة المصرية للسينما وقتها في فترة الستينات كان بيكلف نجيب محفوظ بالنوع يشتغل سيناريوهات بعض الأفلام أمي عملوا بقى فيلم رايا وسكينة وغيره وغيره لكن مش كتابه مشترك عبد الحميد الصحار مكانش يبيكتب يعني كان نجيب محفوظ بس اللي بيكتب بيكتب سيناريوهات الأفلام زي ايه عمل أفلام عمل أياميها فيلم مشهور مع صلاح ابو صيف وكان نجح اللي هو رايا وسكينة رايا وسكينة اه كان من أنجح الأفلام لكن هنا بتكلم على رئاسة عبد الحميد الصحار لما راح السينما أخذ نجيب محفوظ معه لكن مثلا بتجيب نجيب محفوظ بعد كده فترة من الفترات كان بيكتب مقالات عبد الحميد هنا ما كانش بقى بيكتب مقالات هم تشاركوا إبداعيا روائيا وقصص قصيرة وسيناريوهات أفلام بس منفصلة يعني مثلا فيلم الحفيد وامو العروسة والحاجات دي كتابة خاصة عبد الحميد الصحار لكن في المقالات انفرض أنا جيب محفوظ بكتابة المقالات بقى عن أراءه وغيره في الأهرام وفي الفترات دي عبد الحميد الصحار ما كانش مشترك مع عفلة بس رغم عدم اشتراكهم في نفس الأعمال إلا أن هم كانوا متنغمين جدا وبيكملوا بعض هم عندهم إحساس أن هم كانوا بيكملوا بعض والاتنين طبعا كانوا كتاب يعني وقودة بقى هرمين في عالم الأدب نتكلم شوي عن نجاح كل واحد منهم في منطقة تخصص فيها أي نعم الاتنين كانوا بيهتموا بالاجتماعيات والاتنين كانوا بيهتموا بمصر بشكل عام ولكن كل واحد منهم تخصص في مجال يعني الراحل نجيب محفوظ مثلا كان بيتكلم عن الحارة كان بيتكلم عن الشخصية المصرية رواياته كان بيتخللها بعض الحكاوي والحكايات اللي فيها حب وفيها رومانسية السحار كان بيتكلم أكتر عن الإسلاميات كان بيبوصل مصر أو كان بيطلع مصر بشكل مختلف بيظهر جمالها في عالم الإسلاميات إزاي اتفقوا وإزاي حافظوا أن كل واحد فيهم ما يجيش عند النقطة بتاعت التاني هل دا كان بالاتفاق ما بينهم في الصداقة اللي كانت ما بينهم أنه النهاردة أنا بكتب في كذا وإنت بتكتب في كذا فكل واحد يتخصص في مجال ولا دي جات بالصدفة لا أعتقد هي مش بالاتفاق ما بينهم ولكن دايما الأدباء مهما كانوا قرابين من بعضه ومهما كانوا أصدقاء كل حد بيبقى ليه رؤيته لأن الكتابة في الآخر الجيدة هي موقف ورؤية فكل كاتب ليه موقفه ورؤيته للعمل فأستاذ نجيب محفوظ كان له شجاعة مهمة جدا أنا بعتبرها وميزته عن جيله وشجاعة التجريب بتجد مثلا عبد الحميد الصحارتة كانت تكون رواياته مهما اختلفت تصنفها سواء اجتماعي فرعوني إسلامي تاريخي كان بيكتب في التاريخ كتير لكن الكتابة إلى حد ما اللي هي كلاسيكية إلى حد ما لا يخرج عن إطارات معينة أما من وجهة نظري والأستاذ نجيب محفوظ كان عنده شجاعة التجريب يعني لما بيكون مثلا مرحلة فرعونية ونجح فيها يتركها وده قليل عند بعض الناس في بعض الأدباء بالذات عنده منطقة كده لما ينجح فيها خلاص يفضل فيها لا أستاذ نجيب محفوظ يغير للواقعية ولما ينجح في الواقعية ينقل على رواية الأجيال وبعد ما تقلق في الثلاثية يغير كل عالمه الإبداعي ويروح لسكة تانية خالص يعمل رواية مرامار ويرواية أصوات ودي مش موجودة مثلا في أدب عبد الحميد الصحار بعد كده إنقل مرحلة فيها فانتازيا فيها عباسية دي مش موجودة برضو عند عبد الحميد الصحار فالتغيرات الإنسانية والفكرية عند الأستاذ نجيب محفوظ تحس إنه هو أشبه بشلال متضفق ما فيش سدود فكرية تقدر توفق قدامه ما يريد أن يكتبه وما هو بيعمله عبد الحميد الصحار كان موهوب جدا ولكن هو تنوعت أفكاره سواء الفرعوني اجتماعي لكن برضو كان مهموم بالرواية التاريخية كتب رواية تاريخية كتير جدا عن الأندلس وغيره وهتم زي ما حضرتك قلت بالرواية الإسلامية ويمكن هو في الفترة دي ما كانش فيه كتير يعني في هذا المجال فيبدو أنه هو وجد نفسه أنه هو هيبرع أو يتخصص أو ينفرد عن نجيم محفوظ وغيره لأن أستاذ نجيم محفوظ ملوش ولا رواية لها هذه التوجهات خالص ترجمة نانسي قنقر